السلام عليكم ورحمة الله طلبتنا الأحبة عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألفي ألفي خير حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بمحاضرة جديدة في الاندوكراينولوجي محاضرتنا لهذا اليوم نتحدث بها عن البكسيطري هرمونز وان ذير كونترول باي ذي هايبوثيلموس فخليكم يا أنا مرحبا بكم مرة أخرى بالمحاضرة السابقة خذنا انترودكشن عن الاندوكراينولوجي وبهذه الانترودكشن تحدثنا عن الكميكال ماسنجر سيستمس اللي تسيطر على الفونكشنز الفي بودي اللي منضمنها طبعا الاندوكراين هرمونز تعرفنا أيضا على الكميكال ستركتشور وان سنتيسز اوف دفرين تايب او هرمونز وكذلك تعرفنا على السيكريشن وعلى الترانسبورت او هرمونز خلال البلودستريم وتعرفنا على الكليرانس of the hormones from the bloodstream طبعا بمختلف انواع الهرمونز قلنا انه اللي همنا بهذا الشابتر هو الاندوكراين هرمونز والنيورو اندوكراين هرمونز وتعرفنا خلال محاضرتنا السابقة على البوزيشنز الاماكن مع الغلانز او التشوز اللي تفرز الاندوكراين هرمونز بمحاضرة اليوم راح نتحدث عن البتيوتاري هرمونز عن دير كونترول باي ذا هيبوثيلموس احنا نعرف انه البتيوتاري غلاند تفرز مجموعة هرمونز وهذه الهرمونات تسيطر على الفنكشنز ما لكل البودي ولكن بنفس الوقت نفس البتيوتاري غلاند اكو مسيطر عليها اللي هو الهايبوثيلموس اللي تحت المهاد اللي تكون الى الاعلى منها بمحاضرة اليوم راح نتحدث بالتفاصيل عن هذه الهرمونات اللي تكون بالبتيوتاري غلاند والهرمونات اللي تسيطر عليها واللي تكون موجودة بالهايبوثيلموس الابجكتف مالتنا بهذه المحاضرة أهدافنا من هذه المحاضرة أنه إن شاء الله بنهاية المحاضرة تكونوا نقادرين على تسكرايب the locations and the relationships between the hypothalamus and pituitary gland أنه أماكن والعلاقة ما بين the hypothalamus and pituitary gland وأيضا تكونوا نقادرين على تسكرايب the locations, histology, hormones and functions of the anterior and posterior pituitary إضافة إلى you can be able to explain the hypothalamus hormones and their functions The contents of our content is to talk about the pituitary gland we'll talk about the relationship with hypothalamus we'll talk about the hypothalamus how to control the pituitary secretion and we'll talk about the posterior pituitary gland and its relation to the hypothalamus we'll talk about the physiological functions regulation of production of the posterior pituitary hormones فنبدأ بالبداية نحكي عن البتوتاري غلانت و عنها مع الهايبوثيلموس بالبداية دعنا نعرف البتوتاري غلانت هي منه وين البتوتاري غلانت هي غده صغيره تقريبا واحد سنتيمتر عن دايمتر و نص إلى واحد غرام الوزن مالتها وين مكانها؟ بهذا المكان وهذا المكان مالها هناك نقرة بهذه المنطقة تحت البراين مباشرة هناك نقرة بهذا الشوقية النقرة اسمها السلة توركيكا بداخلها بتوتاري غلانت هي المختصف أعلى من البتوتاري غلانت مضوي هو أننا الهايبوثيلموس وترتبط البتوتاري غلانت فيimy هذه هي الهايبوثيلموس وهذه البتيوتري جلاند ترتبط البتيوتري جلاند بالهايبوثالمس من خلال هذا الستالك اللي اسمه البتيوتري ستالك أو الهايبوفيزيال ستالك من الناحية التركيبية البتيوتري جلاند تتكون من تولوبس فصين فص أمامي هذا نسميه الانتيريور بتيوتري أو الادينو هايبوفيسيز أنت الاسمين يسمى الإنتيريور بتيوتري والاسم الثاني الادينو هايبوفيسيز و الفص الآخر هو الفص الخلفي الفص الخلفي اللي نسميه البتيوتري أو نسميه النيورو هايبوفيسيز ليش الفص الأمامي الasında هايبوفيسيز والفص الخلفي نيورو هايبوفيسيز craft RV جنينياً التكون طبعاً مالذول التولوبس يكون جاي مو من نفس المكان يعني الامبريونيك دبلوبمنت مالذول التولوبس ما يكون من نفس المكان وعنما كل واحد جاي من منطقة تختلف عن المنطقة الأخرى فعدنا الانتيريور بتيوتري جاي من الإبيثيليال مال الفارينيكس أكو إبيثيليال فارينجيال بوتش نسميها الراثكس بوتش رح نحكي عنه إن شاء الله بالأجنة من نوصل لها بوقته رح تكوني يعني تبتد إلى الخلف من الفارينيكس إلى الأمام وتبتد هذه الإبيثيليال سيلس إلى الخلف وتسوي لي بوتش هاي البوتش مستقبلاً تسوي للانتيريور بتيوتري أما البوستيريور بتيوتري فيكون جاي من امتدادات من نموات أصبية من الهايبوثالمس فإذن البوستيريور بتيوتري سميناها نيوروهايبوفيسيز لأنه أصلها أصبي والخلايا الموجودة بيها هي خلايا قليل لايك أوكي يعني تشبه الخلايا القليل سيلس اللي موجودة بالنسيج العصبي وأما الفص الأمامي فهو متكون من خلايا طلائية من الفيليل سيلس بحقه ذلك الفص الأمامي هو نقول عنه الادينوهايبوفيسيز والفص الخلفي نقول عنه البوستيريور بتيوتري نقول عنه النيوروهايبوفيسيز باعتبارها جاي من أورجين عصبي الانتيريور بتيوتري تفرز ست هرمونات مهمة هذه الهرمونات من الانتيريور بتيوتري تسيطر على كل الفعاليات الحيوية بالجسم فعدنا ذن الهرمونات مهمة وأنا مخليكم إياها بجدول حقيقة هرمونات الانتيريور بتيوتري أول واحد اللي هو القروث هرمون نرمز له طبعاً الرموز للهرمونات كلش مهمة فالقروث هرمون نرمز له HGH Human Growth Hormone هذا الهرمون يسيطر على القروث أو يحفز القروث بكل البودي شلون من خلال يسيطر على ثلاث فعاليات مهمة أول شيء يسيطر على البروتين فورميشن بداخل الخلايا يسيطر على السل ملتبلكيشن يعني تكاثر الخلايا انقسام الخلايا وإضافة إلى ذلك السل ديفرانشيشن تمايز الخلايا فإذن القروث هرمون مسؤول عن البروتين فورميشن والسل ملتبلكيشن والسل ديفرانشيشن عدنا هرمون ثاني نقول عنه الأدرينو كورتيكوتروبين أو اسمه الكورتيكوتروبين أدرينو كورتيكوتروبين أو الكورتيكوتروبين نرمز له ACTH هذا الهرمون ينفرز من الانتيريور بتيوتري ويحفز قشرة الكذر هذا الكورتيكوتروبين يروح على الأدرينال قلاند والأدرينال قلاند مثل ما حكينا أنه بيها لوب ميديولة وبيها كورتكس فهذا الهرمون يسيطر على الكورتكس ويحفز انتاج الهرمونات التي تصدر من الكورتكس والتي هي بالتالي راح تأثر على الميتابوليزم والغلوكوز والبروتينز والفات هرمون الثالث المهم اللي موجود بالانتيريور بتيوتري هو الثايرويد استيمولاتينج هرمون اللي اسمه الثاني الثايروتروبين واللي نرمز له تي اس اج ثايرويد استيمولاتينج هرمون هذا طبعا يشتغل وين؟ يشتغل على الثايرويد غلاند ويحفز انتاج التراي ايودو تاينونين والثايروكسين هرمون اللي هي الثايرويد هرمون تي ثري و تي فور واللي ايضا تي ثري و تي فور راح يساعدون او يسيطرون على الميتابوليزم مع الالد بادي سالز نقول عنهم الانتراسيلولار كيميكال ريكشنز اللي هي الميتابوليزم اللي ايض نفسه يعني التفاعلات الكيميائية اللي تكون داخل الخلايا مسيطر عليها من قبل هرمونات الثايرويد غلاند منه اللي يحفز انتاج الثايرويد غلاند الثايرويد استيمولاتينج هرمون اللي هو الثايروتروبي بعد عدنا شنو؟ بعد عدنا البرولاكتين هرموني البرولاكتين هرمون مهم جدا ايضا واحد من هرمونات الانتيريور بتيوتري يفرز من الانتيريور بتيوتري و يحفز الغدد اللبنية بالبريست بالفيميل و اضافة الى ذلك بروموت الميلك بروديكشن ايضا يحفز على او يسيطر على عملية انتاج الميلك بعد عدنا هرمونين نسميهم القنادوتروبينز القنادوتروبينز اللي هم الهرمونين اللي يسيطرون على الاوبري بالفيميل و يسيطرون على التستيز بالميل اللي هم Follicle Stimulating Hormone هذا Follicle Stimulating Hormone يحفز يؤثر على الاوبري و بنفس الوقت عدنا الثاني Luteinizing Hormone أيضا يؤثر على الاوبري بالنسبة للفيميل وبالنسبة للميل يؤثرون الثيناتهم على التستيز فصار عدنا دولي الست هرمونات اثنين نسميهم غونادوتروبينز اللي هما FSH و LH وعدنا البرولاكتين اضافة الى الثيرويد استيميليتنج هرمون والكورتيكوتروبين وكذلك الغروث هرمون دولي كلهم ينفرزون منين ينفرزون من الانتيريور بتيوتري البوستيريور بتيوتري عدنا بها فقط هرمونين واحد اسمه الانتيدايراتيك هرمون اللي هو البازوبرسين والاخر اسمه الاكسيتوسين وذولي ايضا رح نحكي عنهم بنهاية المحاضرة بالتفصيل الانتيدايراتيك هرمون يسيطر على عملية الريابسوبشن مع الووتر يعني يسيطر على تركيز الووتر بالبودي وبنفس الوقت يرفع ضغط الدم بيسوي فازو كونستراكشن للأرتريونز واضافة الى ذلك عدنا الاكسيتوسين الاكسيتوسين مستفاد منه بمكانين فيفيدنا بعملية الولادة يسوي كونتراكشن للأيوتراين مصل وبعملية الاكسيتوسين ايضا نستفاد منه بيسوي كونتراكشن للمايو ابيثيليال سيلز اللي موجودة بالمماري جلاند حتى يدفع الملك الى الخارج حتى ياخذ الطفل بالبريست فيدي الانتيريار بتيوتري جلاند اخواني اللي تفرز هذه الست هرمونات تفرزهم من وين؟ تفرزهم من مجموعة خلايا احنا لما نقول هذه الجلاند تفرز هرمون معناها الخلايا اللي موجودة بهذه الجلاند تفرز هذه الهرمون لكن لما يكون عندي جلاند تفرز اكثر من هرمون بنفس الوقت معناها عندي اكثر من خلية اكثر من نوع من انواع الخلايا بداخل هذه الجلاند حتى يمكنها من أنه تفرز أكثر من هرمون لأنه كل هرمون يحتاج إلى نوع من الخلايا حتى تفرزه فإذا نأخذ فدمقطع نسيجي للأنتريار بيتيوتري هذا فدمقطع يشوفنا مجموعة الخلايا الموجودة بالأنتريار بيتيوتري أنتريار بيتيوتري فيها ما يقارب الخمس أنواع من الخلايا هذا الخمس أنواع يا حبايب كل واحدة منهم مسؤولة عن إفراز هرمون معين فمثلاً عدنا نوع من أنواع الخلايا اللي هو السوماتو تروبس نسميه السوماتو تروبس هذه مسؤولة عن إفراز الـ Growth Hormone الكورتيكو تروبس مسؤولة عن إفراز هرمون الكورتيكو تروبين اللي هو يشتغل على غدة قشرة الكذر الثايرو تروبس اللي يفرز TSH Thyroid Stimulating Hormones وعدنا خلايا اسمها القنادو تروبس اللي مسؤولة عن إفراز FSH والألائش إضافة إلى ذلك عدنا اللاكتوتروبس أو الماموتروبس اللي تفرز لنا الـ Prolactin هذه كلها مجموعة الخلايا اللي موجودة بداخل البتوتاريغلان واللي كل واحدة تكون مسؤولة الـ Interior Btutary gland واللي كل واحدة تكون مسؤولة عن إفراز واحد من هذه الهرمونات وعدكم بالـ Text بالPDF ما للمحاضرة موجودة أن يخليكم جدول هذا الجدول ينطيكم كل نوع من أنواع الخلايا وشنو الهرمون اللي يفرزه إضافة إلى الـ Chemical Structure لهذا الهرمون والـ Function هذا مهم جداً أحاولوا أنه يعني تولونه اهتمامكم الـ Hypothalamus Controls Btutary Secretion كيف الـ Hypothalamus gland الغدة النخامية تسيطر على إفرازات Btutary gland طبعاً دعنا نتفق إتفاق كل الهرمون يفرز من الـ Btutary gland يكون مسيطر عليه من قبل الـ Hypothalamus بسبب الـ Mechanism of Control اللي تكون من الـ Hypothalamus مختلفة ما بين الـ Anterior Loop والـ Posterior Loop فكيف أن الـ Hypothalamus تسيطر على إفرازات Posterior Loop من خلال Nerve Signals لأن الـ Posterior Loop تفرز أنه فقط 2 هرمونات وذلك الـ 2 هرمونات سنجعلهم بالأخير هما أساساً التكوين مالتهم يكون بداخل الـ Hypothalamus نفسها يعني ليس بداخل الـ Posterior Btutary وإنما الـ Posterior Btutary فقط أنه تفرزهم ولكن هو إنتاجهم يكون بالـ Hypothalamus هذا بالنسبة للـ Posterior Btutary بالنسبة للـ Anterior Btutary فالـ Anterior Btutary الـ Hypothalamus تسيطر عليها على الـ Anterior Btutary بأنه تفرز مجموعة هرمونات الـ Hypothalamus تفرز مجموعة هرمونات هذه الـ هرمونات تكون نقول عنها الـ Releasing Hormones أو أنه يبطري هرمونات المحاضرة السابقة قلت لكم أنه كل هرمونات يفرز من الـ Hypothalamus يكون الـ Releasing Hormones نقول عنها Releasing Hormones يعني هرمون محفز إضافة إلى ذلك يوجد بعض الـ هرمونات تفرز من الـ Hypothalamus تكون الـ Inhibitory Hormones فذول الـ Releasing Hormones والـ Inhibitory Hormones اللي يفرزون من الـ Hypothalamus يكونون مسيطرين على الإفرازات من الـ Inhibitory Hormones طيب شلون يا دكتور أنا أقول لكم أنه بالـ Hypothalamus لدينا مجموعة من الخلايا منتشرة بالـ Hypothalamus هذه الخلايا تفرز هذه الـ Hormones اللي هي Releasing and Inhibitory Hormones هذه الـ Hormones تطلق عن طريق ألياف عصبية من الخلايا اللي موجودة بالـ Hypothalamus وتمتد هذه الألياف العصبية إلى منطقة هنا المنطقة بالـ Stalk اسمها Median Eminence بالـ Pituitary Stalk اللي يربط ما بين الـ Hypothalamus والـ Pituitary Hormones بهذه المنطقة هذه النهايات الـ Exxon Terminals اللي موجودة اللي جاية من الخلايا الإفرازية اللي فرزت الـ Hypothalamic Releasing and Inhibitory Hormones صار وقر شنو اللي قلت قلت أنه الـ Posterior Buitary تسيطر عليها من قبل الـ Hypothalamus من خلال Nerve Signals هاي الـ Nerve Signals تنشئ بالـ Hypothalamus وتسيطر على الـ Posterior Buitary أما الـ Interior Buitary فشلون الـ Hypothalamus تسيطر عليها؟ تسيطر عليها من خلال إفراز هرمونات هذه الهرمونات نسميها Releasing and Inhibitory Hormones يعني Releasing Hormones و Inhibitory Hormones Releasing and Inhibitory تحفز إفراز هرمونات الـ Interior Buitary والـ Inhibitory Hormones تثبت إفراز الـ Inhibitory Hormones وين تفرز هذه الهرمونات Releasing and Inhibitory Hormones تفرز بـ Neuron Cells بخلايا عصبية موجودة بالـ Hypothalamus متصلة بألياف عصبية هذه الألياف العصبية تنقل هذه الهرمونات إلى منطقة تكون بالـ Stalk هذا الـ Stalk هذه المنطقة نسميها Stalk التي هي ما بين البتوتري وما بين الـ Hypothalamus نسميه البتوتري Stalk أو Hypophysial Stalk فبهذه المنطقة تكون هناك مكان اسمه Median Imminence هذا المكان النهايات العصبية Exxon Terminals مال هذه الأعصاب أو مال هذه الأجزون التي تأتي بالـ هرمونات Releasing Hormones و الـ Inhibitory Hormones بهذه المنطقة بالـ Median Imminence ستفرز حسناً؟ ستفرز الهرمونات مالتها حسناً؟ عندما تفرز الهرمونات مالتها هنا ما يوجدنا؟ هناك مجموعة من الأوعية الدموية ستفرز الهرمونات في هذه المنطقة فمباشرةً الهرمونات التي ستفرز هنا ستفرز الهرمونات ستفرز الـ Blood Stream وينقلها إلى داخل الانتيريور بيتيوتري حتى تحضر التأثير ماله حتى الانتيريور بيتيوتري يبدأ يسوي استجابة له فهنانا الصورة حتى تكون أوضحة هذه هي يقول الهيبوثيلميك ريليزينج انهبتري هرمونات مالتها وينقلها فعلاً الهيبوثيلميس يفرز الهيبوثيلميس ريليزينج هرمونات والانهبتري هرمونات يفرزهم من خلايا هنانا عصبية وهذه الخلايا تكون بها امتدادات من ألياف عصبية امتدادات من أكزونس هذه الأكزونس تكون ممتدة عبر الستالك إلى أن تصل إلى الهيبوثيلميس هذه النهايات العصبية هي التي تفرز هذه الأكزونس هي التي تفرز الهرمونات التي تولدت بالهيبوثيلميس وبالتالي هناك بلود فيزلز موجودة قريبة من المنطقة فهي الهرمونات تنتقل عبر الهيبوثيلميس لأننا قلنا اندوكراين هرمون الآن هرمونات من الهيبوثيلميس يطلق عليهم نيورو اندوكراين هرمون ليش نيورو اندوكراين هرمون احنا بمحاوظة السابقة قلت لكم احنا راح نتنب بالاندوكراين هرمون والنيورو اندوكراين هرمون وهنا نذني يعتبر ليش لأنه يفرز من أو أو موجودة بالهيبوثيلميس واندوكراين لأنه ينتقل عبر الانتيريار بيتيوتري فهنا عبر هذا البلد ستريم هذا اللي البلد فيزلز نسميه الهايبوثيلمك هايبوفيزيال فراح يأخذون الهرمونز ويجيبوهن هنا للساينوسز اللي موجودة بالانتيريار بتيوتري وبالتالي راح يأثرا على السكرتري او الجلانديولار سيلز اللي موجودة بالانتيريار بتيوتري طيب خلينا نعرف شنو هم ذول الهرمونز اللي رليزنج هرمونز وانهيبتري هرمونز اول هرمون يفرز من الهايبوثيلمك نسميه الثيروتروبيين الرليزنج هرمون Thiroth باعه هنا نبالهايبوثيلمك ما لدينا استيميولييتين هدا شئ يسوي يسوي thyroid stableurativos حتى ينفرز من الانتيريار بتيوتري فالTSH من الذي ينظم إفرازه؟ TRH وهذا حجيت لكم إياه بالمحاضرة السابقة لما جبت لكم مثال على negative feedback الهرمون الثاني اللي هو corticotropin releasing hormone هذا الهرمون اللي يحفز إفراز corticotropin الهرمون الثالث اللي هو growth hormone releasing hormone عندنا growth hormone releasing hormone وgrowth hormone inhibitory hormone فالgrowth hormone releasing hormone هو يحفز إفراز growth hormone من الانتيرير بتيوتري والgrowth hormone inhibitory hormone اللي هو عادة ما يسمونه somatostatin هذا يثبط إفراز growth hormone يعني لما يزيد تركيز growth hormone حيبوثلمس راح تتحسس هذا الموضوع وتفرز somatostatin اللي هو growth hormone inhibitory hormone وراح تخفض من إفراز growth hormone من الانتيرير بتيوتري بعد شنو عدنا عدنا الـ gonadotropin releasing hormone نرمز له بال GNRH gonadotropin releasing hormone هذا الهرمون يفرز من الهيبوثلمس ويحفز الانتيرير بتيوتري على إفراز هرمونات الـ gonadotropin اللي هنمنه الـ LH والـ FSH آخر شي عدنا الـ prolactin inhibitory hormone اللي هو الـ P-I-H وهذا الهرمون يثبط إفراز الـ prolactin طبعا طلاب احنا نقول ذني الهرمونات هنه هرمونات الهيبوثلمس اللي يسيطر على الـ anterior بتيوتري صراحة هنه مو بس ذني الهرمونات هنه هرمونات ثانية لكن ذني أهم هرمونات واللي يكون تأثيرهم فعال وقوي جدا على الـ anterior بتيوتري هنه ذني الهرمونات بعد عدنا هرمونات عدنا برولاكتين releasing hormone اللي هو يحفز إفراز الـ prolactin وعدنا هرمونات أخرى ممكن أن يتنفرز من الـ هايبوثلمس لكن ليس بنفس المستوى من الأهمية ويهي الهرمونات اللي يذكرها فلذلك اللي مسؤولين عنه أنتو اللي مطالبين به هي هاي الهرمونات اللي ذكرت هنا بهذه المحاضرة طبعاً هستتقولولي دكتور شنه اللي يسيطر على إفراز هذه الهرمونات شون تفرز هذه الهرمونات الـ هايبوثلمس جزء عصبي ومرتبطة ارتباط وثيق بالجهاز العصبي فلما يجي أي إحساس للدماغ سواء إحساس بالبرد بالحار بالجوع بالعطش بالألم بكل أي إحساس يوصل للدماغ عبر الجهاز العصبي يوصل إشعار من عنده للـ هايبوثلمس وبالتالي على ضوء هذا الإشعار أو على ضوء هذا الإحساس الـ هايبوثلمس ستفرز هرمونات معينة هذه الهرمونات اللي حتناها اللي يعمل تكون ريليزين يعمل تكون وهذه الهرمونات مالتها تحفز أو تثبق الانتيريور بيتيوتري بإفرازاتها بهرموناتها اللي تسيطر على كل البدي فنكشنز فإذن الإحساس أو الإشعار اللي يجي للـ هايبوثلمس هو إشعار عصبي اللي يوصل للدماغ راح يوصل جزء من عنده للـ هايبوثلمس والـ هايبوثلمس تفرز هرموناتها اعتماداً على إشعارات أو الإشعارات العصبية نأتي الـ هرموناتها نأتي الى البوستيرير بيتيوتري لانتهي وانتهي لها إشعارات ما هي البوستيرير بيتيوتري وشون تكون عدها علاقة أو شون نوع العلاقة اللي موجودة بينها وبين الـ هايبوثلمس يا حبايب احنا اتفاقنا انه البوستيرير بيتيوتري غلاند هذا هو هذا الجزء نسمي البوستيرير بيتيوتري غلاند يفرز لنا هرمونين الهرمون الاول نقول عنه الـ Antidiuretic هرمون والهرمون الثاني نقول عنه الأكسيتوسين الـ Antidiuretic هرمون الاسم ثاني اسمه الـ Vasobarsine والهرمون الاخر هو الأكسيتوسين طيب دول الهرمونين الافراز مالتهم يكون عن طريق البوستيرير بيتيوتري لكن ذول الهرمونات وين ينصنعون هرمونات الـ Antidiuretic يقولنا موجودة بالـ Antidiuretic خمس أنواع من الخلايا كل نوع يفرز هرمون معين فإذن هرمونات الـ Antidiuretic يصنعون بالـ Antidiuretic ويفرزون منهم لكن هرموني البوستيرير بيتيوتري يفرزون من البوستيرير بيتيوتري لكن هم ما يصنعون به الهرموني يصنعون بداخل الهايبوثلاميس عندنا بداخل الهايبوثلاميس منطقتين من الأنوية الخاصة بتصنيع هذه الهرمونات واحد اسمه الـ Paraventricular Nucleus والثانية نسميها Sepraoptic هذه الأوبتك جزمة وهي Sepraoptic يعني ما فوق الأوبتك فعدنا الـ Sepraoptic Nucleus وعدنا الـ Paraventricular Nucleus هذه الـ Paraventricular Nucleus والـ Sepraoptic بها أماكن معينة هذه الـ Nucleus بها أماكن هذه الأماكن تفرز أنتدائرتك هرمون والـ Oxytocin طبعاً بصورة رئيسية الـ Antidiretic هرمون ينفرز من هذه من الـ Sepraoptic والـ Oxytocin ينفرز من الـ Paraventricular ولكن هذا ليس معنى أن الـ Paraventricular لا تستطيع أن تفرز أنتدائرتك هرمون لا تفرز أيضاً ولكن أكثر شيء تفرز الـ Paraventricular تفرز بصورة أساسية الـ Oxytocin وشوية أنتدائرتك هرمون الـ Sepraoptic تفرز بصورة رئيسية الـ Antidiretic هرمون وشوية Oxytocin فهذه الـ هرمونات لما تفرز ذهنانه لا تطلق بصورة عشوائية وإنما تبقى مرتبطة طبعاً هذه الـ هرمونات تفرز ذهنانه وتفرز مرتبطة بـ Carrier Proteins بـ Carrier Proteins الـ Carrier Proteins نسميها Neurophysines أيضاً تنولد وياها من نفس المكان فينولد الـ هرمون والـ Carrier مالته من نفس المكان ويبقون مرتبطين تنقلهم ألياف عصبية هاي الألياف العصبية تمتد عبر الـ Stalks شو نسميها؟ نسميها الـ Hypothelamic Hypophysial Tract هذا القناة تكون لها امتدادات ونهايات وين موجودة؟ موجودة بالـ Posterior Pituitary في Terminal Axones والTerminal Nerve Fibers اللي موجودة هنا هاي النهايات العصبية هي اللي تطلق الـ هرمونات اللي انفرزت بالـ Hypothalamus اللي هم الـ Antidiretic هرمون والأكسيتوسيا ولذلك لو قطعنا البتيوتاريغلاند وشلناها من مكان اللي هو مباشرة تحت الـ Hypothalamus الهرموني الموجودين اللي تفرزهم البوستيريور البتيوتاريغلاند ما راح يتوقفون عن الإفراز مجرد راح يقل تركيزهم يوم يومين أو ثلاثة وبعدين وراها راح يرجع ينفرزون بصورة طبيعية أساساً هما إنتاجهم ما يكون من داخل البوستيريور إنتاجهم من الـ Hypothalamus فلو قطعنا الـ anterior بتيوتاريغلاند ما راح يتأثر إنتاجهم راح يكون الإفراز مالتهم عن طريق هاي الـ Hypothalamic ويفرزون بصورة طبيعية أوكي عيني؟ فإذن حتى نعرف أنه البوستيريور بتيوتاريغلاند تفرزنه هرمونين ولكن ذني الهرمونين ما ينصنعن بداخلها ينصنعن بالـ Hypothalamus طبعاً هنا في البوستيريور بتيوتاريغلاند تدعم هاي الـ Hypothalamus وليس هي الخلايا التي تفرز وإنما الخلايا التي تفرز اللي هي الـ Paraventric Nucleus والـ Sub-Roptic Nucleus خلنا نأتي نشوف شنو وظيفة الـ Antidiretic هرمون الـ Antidiretic هرمون حباي بصورة رئيسية الوظيفة مالتها أنه يحافظ على مستوى الماء بالجسم يعني لو ما موجود الـ Antidiretic هرمون شكو ماء يدخل إلى الكلية راح يطلع ويا الـ Urination ويا الإدرار وبالتالي راح يتخفف الإدرار وراح يقل المحتوى الماء اللي موجود بالجسم بصورة كبيرة لذلك الوجود الـ Antidiretic هرمون يشتغل طبعاً على الكدني بصورة رئيسية يزيد الـ Reabsorption مال الـ Water عبر القنوات اللي موجودة بالكدني فيزيد الـ Reabsorption ويرجع الماء يحافظ على المحتوى المائي اللي موجود بالجسم وينطي الـ Urine مركز يخلي الـ Urine مركز أما إذا قل مستوى الـ Antidiretic هرمون فبالتالي الـ Urine يكون مخفف ومستوى الماء بالجسم يقل فإذن الله سبحانه وتعالى ما نعلينا بفضله بوجود هذا الهرمون حتى يثبت أنه المحتوى المائي بالجسم بنفس الوقت هذا الهرمون يؤثر تأثير ثاني على الأوعية الدموية ينظم كمية الـ Blood اللي موجودة بالـ Arterules احنا عدنا كل الـ Arteries الشرايين الكبيرة متصلة بـ Arterules هذه الـ Arterules تنظم كمية الـ Blood اللي يدخل للـ Cabularis حتى توزع الـ Blood بصورة رئيسية بين الـ Tissue فهذه الـ Arterules يكون بها قابلية Contraction Relaxation تتقلص وتنبسط اعتماداً على وجود شنو؟ وجود هرمون الـ Vasobarcyne اللي هو الـ Antidiretic هرمون نفسه فهذا يزيد التقلص ويقلل التقلص حتى ينظم ضغط الدم الـ Blood Berger الـ Regulation مال تمال هذا الهرمون طبعاً نحن نعرف أنه الـ Hypothalamus تأخذ الإعاز من الجهاز العصبي فهنا هنا أقعدنا ريسبترات بخلايا تكون قريبة من الـ Hypothalamus هاي الـ Receptorات شنو اسمها؟ اسمها الـ Osmoreceptors هاي الـ Osmoreceptors ريسبترات أخ نقول تتحسس الأوزموزية تتحسس الضغط الأوزموزي لما يكون تركيز الإلكترولايت بالجسم عالي معناها كمية المي الموجودة قليلة فبهل حالة ما سيصبح هاي الـ Receptors ستتحفز أنه الإلكترولايت تركيزها عالي تركيز الماء معناها قليل فش راح تسوي هاي الـ Receptorات تنطي إشارة للـ Hypothalamus أنه أن انتتتايراتي ترين أن تحذرون تفرز الـ Anti-dyretic هرمون تصنع الـ Anti-dyretic هرمون وتخلي التفرز فبهل حالة لما انفرز الـ Anti-dyretic هرمون سيذهب إلى الكدني ويقوم بعمل الـ reabsorption ويذهب إلى الـ blood vessels ويقوم بعمل الـ vasoconstruction فبالتالي سيزيد الـ blood volume لأنه سيزيد المي فلما يزيد المي سيزيد الـ blood volume وبنفس الوقت سيزيد الـ blood pressure لما بالعكس يصير لما هذه الأزمار ريسيبتر ستتحسس أن تركيز الإلكترولايت صار قليل جدا معناها تركيز المي جدا عالي فرح تنطي إشارتها إلى الـ hypothalamus بأنه وقف في إفراز الـ anti-dyretic hormone وبالتالي الـ anti-dyretic hormone رح يقل تركيزه وبالتالي ما رح يصير reabsorption بالكدني ولا رح يصير vasoconstruction ورح يرجع تركيز الماء بالجسم إلى وقع الطبيعي نفس الوقت أكو عندنا هنا ريسيبترات تتحسس الـ contraction ما الـ blood vessels اللي شنسميهم الـ baroreceptors فأيضا من يزيد الـ contraction يقل تركيز الـ anti-dyretic hormone ومن يقل الـ contraction يزيد تركيز الـ anti-dyretic hormone حتى هو يسوي contraction هذا بالنسبة للـ regulation ما للـ production ما للـ anti-dyretic hormone باقي عندنا فقط الـ oxytocin الـ oxytocin إذا نريد نحكي عنا بالعربية نقول عنا هو الـ hormone المعجل للولادة يعني شنو الـ hormone معجل للولادة؟ هذا الـ hormone يقلص العضلات الملساة وخصوصا عضلات الـ neuterus خصوصا شوكت أوقات قريبة من الولادة هناك الـ receptors نسميهم stretch receptors هذا الـ stretch receptors لما يكون حجم الـ baby وصل إلى حجم معين بحيث مالي الـ uterus كله فهذه الـ stretch receptors راح تتحفز يحفزها طبعا حجم الـ baby والفترة اللي راح يولد بيها فهذه الـ receptors راح تتحفز الـ brain على أفراد كمية كبيرة من الـ oxytocin وطبعا الـ brain يقصد الـ hypothalamus ومن ثم يفرز عن طريق posterior pituitary فهنان الـ oxytocin راح يجي شي يسوي للمسل ما للـ uterus يسوي لها contraction يعني الـ oxytocin يشتغل أكس الـ progesterone تماما الـ progesterone يسوي relaxation هاي ايضا ناخدها ان شاء الله بوقته أو لا والله احنا مفروض اخذناها بالكورس الأول هاي ان شاء الله المنسترال cycle والـ progesterone وسيطرة الـ progesterone مفروض انتم اخذها وتعرفوها وذا يعني حابين اكون محاضرة كاملة عن menstrual cycle ودور الـ progesterone والـ estrogen موجودة على اليوتيوب ماتي تقدرون تشوفوها فاذا الـ progesterone يحاول انه يطبطب على الـ uterus ويهدئ وما يخلي يتقلص ولكن لما يجي الـ oxytocin الـ oxytocin راح يضرب الـ progesterone وراح يبدأ يسوي contraction بالمسل ما لـ uterus على ما يفعله على ما يطلع الـ baby ويساعد على الولادة الدور الرئيسي الثاني للـ oxytocin اللي ممكن انه يستفاد من الجسم طبعا الـ oxytocin اكثر شيء تأثيراته هو بالعنثاء قلنا بالولادة والدور الثاني اللي حكينا عنه بالمحاضرة السابقة بـ lactation قلنا انه هو muscle concentrator فهو يسوي تقلص لـ uterine muscle وبنفس الوقت يقلص الـ myo epithelial cells اللي موجودة بالـ mammary gland هنا عنه هاي لما انت تقلص تقلص المـ mammary glands وتخلي يصير تقلص لـ milk الى الخارج فطبعا هذا تحفيز مالتها يجي عن طريق السكينج لما الطفل او الـ baby يسوي السكينج للنبلس مال الـ breast راح يجي الـ hypo thalamus وبالتالي راح ينفرز الـ oxytocin بالتوافق مع الـ prolactin و راح ينطينا الـ contraction وبالتالي راح يخلي الـ baby ياخذ الـ breast feeding مالتها بسهولة هذا كل شيء حبايب بمحاضرتنا لهذا اليوم اذا يا حبايب احنا بهذه المحاضرة تكلمنا بالبداية على البتوتاري هرمون و علاقة البتوتاري بالـ hypo thalamus حيثينا على الـ anterior loop والـ posterior loop بالـ pituitary gland حيثينا على الهرمون اللي تفرز من الـ anterior pituitary و وظائفها والخلايا اللي تنتجها اللي موجودة بداخل الـ anterior pituitary و حيثينا أيضا على هرمون الـ posterior pituitary و حيثينا على الـ relation between the posterior pituitary والـ hypothalamus و أيضا حيثينا على دور الـ hormones of the posterior pituitary و حيثينا على هرمونات الـ hypothalamus اللي هي releasing hormones أو inhibitory hormones و شلون نتأثر على الـ الـ anterior pituitary و شلون نتأثر على الـ posterior pituitary إلى هنا خلصت محاضرتنا و إياكم أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه المحاضرة و ما كانت ثقيلة عليكم هذه كانت محاضرتنا لهذا اليوم و إلى أن نبقاكم الأسبوع القادم بمحاضرة جديدة أستودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته باي اشتركوا في القناة دعه